نتحدث وإذاكم عن إن شاء الله شيء إيجابي رياضي ومتميز على مستوى محافظة طول كرم تأهل نادي شباب شوفا الرياضي يطلعنا على هذه التفاصيل الدكتور معتصم أبو علي رئيس نادي شباب شوفا عبر الخط الهاتف أسعد الله صباحك بكل الخير نباح الخير إليك أختوفاء وطاكم تكتزون الفجر الجديد لجميع المستمعين والمستمعات أهلا وسهلا بك يعني بداية نود أن تعرفنا قبل أن نتحدث في عمق التأهل والأهداف والأوفاق المستقبلية عن لمحة عن تاريخ شباب شوفا الرياضي ومن ثم سنذهب إلى الإنجازات الحديثة التي حققها مؤخرا بداية دعيني أترحم على جميع شهداء فلسطين وندعو للجرحة بالشفاء العاجل والحري لأسران البواسل أختوف نادي شباب شوفا طبعا هو حديث العهد حيث تأسس هذا النادي عام 2018 شارك فيه طبعا دوري المناطق وتأهل إلى الدرجة الثالثة والحمد لله رب العالمين اللي ربنا أكرمنا السنة وتم التأهل إلى الدرجة الثانية طبعا كل هذا بجهود لاعبينا وإدارتنا وجماهيرنا اللي دائما واقفين معانا الحمد لله جميع هذه الجهود أصمرت هذا التأخل واللي بنهديه من خلال إذاعتكم الموقرة إلى جميع الرياضيين في مدينتنا الحبيبة والكرم كون نادي شباب شوفا هو لعب ليس باسم شوفا فقط وإنما باسم مدينة والسلام حيث كان هو النادي الوحيد ضمن هذه الدرجة والحمد لله ربنا وفقنا وتأهلنا إلى الدرجة الثانية كل الاحترام والتقدير لكن ماذا يعني مثل هذا بصراحة تأهل بالنسبة للنادي ولربما هذا قد يضع مسؤولية أكبر على الهيئة الإدارية على اللاعبين على مختلف الشركاء في هذا النادي اختفاء اللي بتحكي مية في مية طبعا اللي مطلع على الدوريات الفلسطينية بمختلف درجاتها سواء كان المحترفين محترفين جزء درجات الثانية والأولى والمناطق طبعا هذا هو الترتيب اللي منبلش فيه الأندية اللي هو عملية الصعود من درجة إلى درجة عادي بداية بتكون طبعا اللي هو دور المناطق بيكون متاح إلى جميع الأندية اللي غير مصنفة تلعب بطولاتها حسب المناطق الموجودة فيها في الشمال والجنوب الوسط من ثم اللي بتأهله فريقين من دور المناطق إلى الدرجة الثالثة ومن ثم يتم مسابقات أو جراء مسابقات وبطولات ودوري للدرجة الثالثة ومن ثم اللي بتأهل فريقين هم طبعا اللي بيكونوا بيحوزوا على أعلى نقاط بيوجدوا فريقين منهم وبتأهلوا إلى دورهم الدرجة الثانية ومن ثم إلى دور الاحتراف الجزئي ومن ثم إلى الاحتراف إن شاء الله ما الذي بحاجة له نادي شباب شوفة بصراحة حتى يتمكن من الاستمرارية بقوة وبأداء يرضي الفريق ويرضي بصراحة الجماهير بذات الوقت أخت وفائتي يعني هنا النقطة اللي حكيتها هذه هي يعني أهم نقطة بصراحة وبشكرك على تصلية الضوء على هذه النقطة بالذات في عدة عوامل طبعا هي من شأنها إنها ترفع أي نادي أو إنه لا سمح الله إنها تنزل مستوى هذا أول شيء في عنا طبعا جهود الإدارة هذه النقطة الأساسية تكاتبهم والخطط اللي بيوضعوها من أجل الوصول للأهداف اللي بيكونوا حطينها ضمن الخطط الاستراتيجية لأي مؤسسة كان نادي وأي مؤسسة أخرى الشيء الثاني أو الشيء الثاني طبعا اللي بفتكره معظم الأندية والمشكلة اللي موجودة عند دشح كل جميع الأندية معظم الأندية هو الدعم المادي اللي بصراحة بنفتكره وخاصة ممكن يكون في منطقة الشمال أكثر الأندية اللي هو الدعم المادي إحنا حنا في شوفي طبعا أخلفاء قاعدين حاليا بجهود المجلس القروة حنا بنشتغل على شراء أرض وإن شاء الله إنها بتتوفر هذه الأمور من أجل إنشاء ملعب يكون خطوط في هذه القرية كون إنه إحنا كل التدريبات اللي بتكون هي في ملعب رديد طول كرم وتبدأ أنه عملية الحضور لإلى التدريب والذهاب وتجميع اللاعبين والأغور وإيجار الملعب كله بيستنزف أموال منها وإذا بتعرف أن المادية تبعتهم بتكون دائما والمواد المادية بتكون بسيطة وقليمة يعني زي ما بنقول دكتور معتصم أنها بتكون الميزانية على قدهم بصراحة في البداية نحن نتمنى بصراحة أن يكون فيه إلاء وأعطاء همية أكبر بالنسبة لهذه النوادي حتى تستطيع أن ترتقي وتتطور وأن تقوم باستجلاب ربما قدرات وكفاءات والعمل على تنمية القدرات المتوفرة لددها من الفريق أو الأعضاء الموجودين في هذا النادي إجمالاً الأفاق المستقبلية إلى ماذا يطمح نادي شباب شوفة قبل ما أحكي عن الأفاق يعني النقطة السابقة والجوهرية فيه ماذا يلزم للنادي أو من أجل المدود في النادي برضو اللي هي طبعاً الجماهير والتفاق الجماهير حول النادي من خلال دعمهم المادي والمعنوي لحتى ننهض ونوصل للأشي اللي بدنا إياه وإنه نكون إحنا إن شاء الله رب العالمين اللي بنتظلع له إنه نكون بنفس الهمة ومشاط في المواسم القادمة إن شاء الله وإنه يكون نادي شباب شوفين ضمن كوكبة الأنديةنا الفلسطينية سواء كانت اللي هي في تور كرم أو في المدن الأخرى وهذا الشيء صراحة أخت وفاء دعينا وصلت الضوء على نقطة مهمة ليس ببعيد إن شاء الله عن قرية شوفي أو نادي شباب شوفي خاصة إنه نادي شباب شوفي طبعاً كان هو يردف المتخبات الفلسطينية بالكوكبة من لاعبيها وأنديتنا خاصة في تور كرم مثل تقافي تور كرم مركز تور كرم كان إنه رحمة الله عليه الشهيد باسي ودروبي كان هو شرارة صراحة من شرارة هذا النادي اللي كان يلعب مع نادي تقافي تور كرم نادينا الأم كمان اللاعب منتخبنا الوطني في سنوات عديدة الكابتن أسامة أبو عليا وأحمر دروبي وإيهاب أبو عليا ومحتصم وسالم وعمد دروبي كل هذه الأسماء كانت هي في أندية تور كرم ومع المنتخبات الوطنية هذا الشيء ليس ببعيد بأن نكون إن شاء الله أحد الأندية المميزة سواء كان في مدينة تور كرم أو على مستوى وطن الحبيب في فلسطين إجمالاً نتمنى لكم كل التوفيق رئيس نادي شباب شوفى الدكتور محتصم أبو عليا كل الشكر والتقدير وسنكون إن شاء الله في لقاءات قادمة لنتحدث عن أبرز التطورات والمستجدات الخاصة بهذا النادي شكراً جزيلاً شكر لك ونواصل في مدوارنا وضمن صباحاتنا لا تنسوا الإجابة على السؤال التفاعل كذلك الذي كنا قد ترحناه في بدادة البرنامج ولكن بعد الفاصل سنكون وإذاكم مع